يا صباح الفل عليكم يا بنات ان شاء الله تكوني بقى لك خيري كل سنة وانت طيبين حبيت كده فيديو بسيط كده لأفكار كده انا عملتها عندي في الشقة دي شوية ديكورات بسيطة جدا معبرة يعني عن فرحتنا بشهر الرمضان اه انا حبيت المنظر يكون هيدي في قرفة الليفنج انا بس عملت ديكور البسيط ده كده حسيته كده سيمبل كده ورقيق حطت بس الفنوس وكده اما في غرفة الصالة في الصالة حطيته ديكور ده على الجسيمة اه بداخلت الباب كده يكون المنظر حل بكده ويفتح النفس بس كده والصالة اه رميت على السطارة من وراء الفرع النور السراية اما اللي على الحيطة ده اللي هو الفرع اللي هو بتاع الصور بس انا نسا محطتش عليه الصور اللي انا نسا جايب ايه اه اما حطيت الفرع وراء السطارة حسيت السطارة بديها شكل جميل ما شاء الله كربوها هتعجبكو جدا جدا اه انا حطيت فرعين مع بعض وبيدربات دخلت البلقونة انا عملت في البلقونة دي وحطيت اللي هي اللامبة اللي هي الدسكو دي اللي هي بتتعمل الالوان كتيرة مع الفرع فمديها منظر جميل جدا 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 بشكل مبهج كده يعني يفتح النفس اللي احنا في رمضان كده بيدي روح حلوة بصراحة بس كادي البلقونة حبيت اوريكو الدكارات اللي انا عملاها وكل سنة وانتو طيبين وان شاء الله استنوني فيديو النهاردة بالليل ان شاء الله ساعة عشرة اللي للكو فيه عن مزك حلوي جدا 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 بيفتح البشرة وكمان بيرطبها منينا في شهر رمضان بشرتنا بالجف فاستنونا ان شاء الله ساعة عشرة بالليل عن المزك ده هتكلم فيه كل تفاصيله وازاي تهتمي ببشرتك في شهر رمضان اشوفك ان شاء الله في فيديوهات تانية قريب ويلا في امان الله كل سنة وانتو طيبين